السلام عليكم ورحمة الله بالنسبة للفيديو اليوم سيكون التتمة للـ On-Page SEO واليوم سنرى الجزء الثاني والذي سيكون على كيف تدير الأوديت للمحتوى المدوانة بالنسبة للفيديو الذي فات أو لأول مرحلة شاهدنا بحالة أننا نديره الـ Content Optimization خدمنا برانكمات SEO لكي نديره الـ Optimization الـ Content للمحتوى ذياله بالنسبة للفيديو اليوم سنرى بحالة نديره الأوديت للمحتوى المدوانة لكي يمكننا نصحوا الأخطاء اللي سيكونوا فيها مثلا بحالة نصحوا Duplicated أو Missing Title أو Description بحالة نقادل Missing H1 Tags بحالة نقادل Keyword Cannibalization إلى آخر هذو كلهم مشاكل اللي سنرى بحالة أننا نقادلوها ولكن انطلاقا من ذلك الأوديت اللي سنديره هذا الفيديو اليوم سيكون فقط على بحالة أنك تدير الأوديت وشنا هما يعني الـ Tools اللي سنخدموا بهم ولو بالنسبة للتدقيق المحتوى ديال المدوانة أو للـ Audit ديال البلوك أو للـ Consent ديال البلوك فالهدف منه بكل بساطة هو أنك ستدير المراجعة على المحتوى الحالي ديالك باش كتشوف الجودة دياله الدقة دياله والملائمة دياله مع الـ Audit ديالك كذلك كتحدد المحتوى اللي سيخصك تدير له التحسين أو للتحديد بالنسبة للأدوات اللي سنخدموا بهم كينين بزاف ديال الأدوات لكن اللي غدي نوريكم في هذا الفيديو هما ربعة اللول اسمتها Screaming Frog ACO وهذه واحد السوفتوير اللي تقدروا أنكم تخدموا بها في الـ Windows وكذلك بالنسبة للـ Mac ثم كينا يوبر سيجيست إيتش ريفس و سيمراش اللغة الربعة هادو غدي نحاول بما أمكن أنني نعطيكم بحالش أنكم تديروا الـ Audit ودك ساعة في الفيديوات اللي جايين غدي نحاولوا نشوفوا كل آذات بحالش أننا نخدموا بها باش نصحوا الأخطاء اللي عندنا في الموقع ديالنا من الناحية ديال الـ OnPage إذا بالنسبة لأول آذات غدي نخدموا بها كيف مكتلكم اسمتها Screaming Frog اللي غدي تجيل هنا غدي تكسب Screaming Frog ACO اللي هذه هي الآذات وهذا هو الموقع ديالهم بالنسبة للآذات اللي مشيتوا للـ ACU Tools وغدي تلقاوه هنا اسمتها هذه هي اللي غدي نخدمه بها واللي هي هذه بالنسبة للـ Pricing ركين هنا باش تشوفوا الـ Pricing دياله وتعرفوا الفرق ما بين الـ Free Version والـ Paid Version وحنا بطبيعة الحال غدي نخدمه غير بالنسخة المجانية الآذات اللي بالخضر يعني را عندك فيها الحق في النسخة المجانية واللي بالحمر بهذا الشكل هذا يعني ما عندكش فيها الحق وغدي يخصك تشري الـ Paid Version اللي أول حاجة الـ Broken Links يعني الروابط اللي مخدمينش في الموقع ديالك الـ Errors و الـ Redirects عندك الحق انك تستفد فيها في الـ Free Version تاناليزي الباج لـ Title و الـ Meta Data يعني Meta Description إلى آخره تهي عندك فيها الحق في الـ Free Version هناك هنا View Meta Robots و Directives الـ Audit دياله هذي 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 الـ Attribute هذي بحل اللي قلتي هي اللي تحدد لك الجيوغرافي واللغة اللي انت الموقع ديالك باقي خدام بيع ممكنين هنا بزاف ديال اللي ضيطاء ما غاديش ندخله فيهم كاملين بطبيعة الحال اللي كتهمك هنا و اللي غاية تسكترض لها البال هي هذة 500 URL الغنسخة المجانية هذو هما المزايا اللي تقدر أنك تخدم بهم بالمجان وبالنسبة الـ Crow Limit فهذا هو المشكلة اللي عندنا احنا عندك 500 URL هنا شنو تقصدوا لك URL يعني الروابط والموقع ديالك هنا ما كيقولوش لك صفحة رابط مثلا هنا راكي يقولوك الصور اللي عندك في الميديا يعني هذة الصور هادو راكي يعتبروهم هما روابط دان مثلا هذة الصورة هادي هلو هذة الصورة هادي بالنسبة لي هم دابرة رابط حيث هذا هو اللين دياله عندك شي علاش بالنسبة لهادي ديال 500 رابط راه ما كافيهش يعني وخا عندك المدونة فيها غير 50 post كيف ما شفتونا عندي فاشي 67 يعني 67 صفحة بلاي بوست و بلاي باش لكن إلا جيت نديرها هذي رابط ما غديش تكفينا هذة 500 وإنما غدي يخصني كتر دان هذا هو المشكل ديال الفري فورجني أما إلا خديتي البيت فورجن نرى انليمتد المهم هنا انتم اقرأوا هذة المعطيات كلهم باشتعرفوا الفرق ما بين الفري والبيت وهذا هو الثمن ديال إلا كنت بغيك تشريها رابط كدير تقريبا 259 اللو بالنسبة لي ما غديش نشريها غدي نكليك سأجدوا على داونلاود فور فري او لفري فرجن وهنا غديس اعطيني الفري فرجن الو هنا راجي درت ليها يعني درتها عندي في البيت ساي واللي هي هذة الو هذة هي الصوفتوير كيف ما كنتشوفو فيها تقريبا جميع المعطيات اللي غدي نخدمو بها الو هنه غدي ندير غدي نمشي ناخد الرابط ديال المدوانة واللي هو هذا كابي ثم غدي نجي وغدي نحطو هنا الوغا هنا سيضلك هنا الـ Sub Domain Sub Folders Or Sub Domains و Exact URL نحن اللي غادي نخدمه بها هي الـ Sub Domain وهنا غادي تحط الرابط دي المدونة ثم غادي تحطي Start وهنا غادي تحطي Start اروا هنا را كتلع لكم بالبوغ سنتاج الكرولر وهنا في التحت ارضو البل لهذه يعني شحال ديال الروابط اللي غادي تاخد لك الوغا هنا هي نورمال موم اللي غادي تبدأ تاخد في الكرولي في الروابط را ما غادي تكملهم حيث Info غادي توصل داك لميت ديال 500 رابط بالنسبة للتولار را غادي تحبس وغادي تقول لك را وصلتي يعني الحد الأدنى اللي عندك وهنا را كتعطيكم جميع الروابط اللي تيخرجوا لكم هنا لو كيف ما قلت لكم قبيلة هادي راه الصفحة يعني هادي دابا اعتبرتها هي الصفحة وفجتل هنا اعتبرت لي هادي تهيئ الصفحة لو هادي راه صورة اذا هادي دابا اعتبرتها لي هي رابط اذا هنا هادا هو المشكلة لكم ديال لك 500 رابط ما رادي تكفيكم هنا ليب بوست و ليب باج را كتعتبر هم رابط هنا غادي تلقاو كذلك الكاتيجوري غادي تلقاو يعني قاعد الروابط اللي غادي تجبد لكم الادات نكبر لكم الصورة ولو هنا غادي تلقاو قاعد الروابط اللي كيتكرو له اذا هادو كل هم روابط هادي مثلا هادي راه يعني كاتيجوري وهنا را كتعطيك تيب ديال الكونتوني هنا كتعطيك الكود او الستارس ديال الكود و كيف ما كتشوفو هنا قالوا لي بالليرة الفري فيرجن وصلتي الليميت ديال 500 رابط وهنا غادي ندير اوكي ولو هنا كيف ما كتشوفو ما غاديش تكمل معايا الكارولين لهذا غادي ندير لها باوز ولا نخليها تكمل نخليها تكمل باش نورديكم جميع المعطيات اللي غادي نخدمو بهم فاش نبغي ونصوبو يعني لهذا ديال المدونة اذا هاي انا ما زال غادي تكمل ليا غرف اللي تحت كاتعطيك ستارس ديال الريبورت اذا بايا الله وصلت تسعود وخمسين في المئة ولكن هات الشيرة كيف ما قلت لكم في الحد ديال 500 رابط 323 330 هنا غادي توصل ال 500 غادي تحبس اذا اللي كاتهمك انته هو هنا نورمال مهنة ثم غادي تلقاوها بهذا الشكل هذا هتلقاوها تشيمروه ما غاديش تعرفوه بحالش تخدمو به يعني نورمال مهنة وخاتب اللي كم بتشكل هذا يبعنو لكم بزاف ديال المعطيات عشنو غادي تديرو غادي تجيل هنا غادي تكليكي على الساموري باش تحيد وبالنسبة لهذا كرول داتا هاد السهمة اللي كي يكون بالتحت تكليكي عليه باش يوليبها تشكل هذا بالجنب باش كي يتجمع هنا غادي نحيد هادو كاملين باش نبين لكم الباختي اللي غادي يخصونا نخدمو بهم كيف ما قلت لكم الاوديت علش غادي نديروها باش اننا كنحيدو الأخطاء اللي عدنا في الموقع ديالنا وذوك الأخطاء اللي عندهم علاقة بال اللي عندهم علاقة بالصفحات وبالمحتوى ديال الموقع ديالنا وذلك شو اللي كي يبليكم هنا الو هنا الى رضيتوا معايا البال اول حاجة كتبلينا هنا هي الانترنل الو بالنسبة للساموري والكرول داتا ساموري هنا غادي تعطيك يعني بحل قلتي الملخص ديال شنو الدار في الموقع ديالك الملخص اللي هو طوطال ديال شحال ديال الروابط اللي دار ليهم الكرول واللي هي 500 وهناك يعطيك طوطال بالبخصونتاج خمسمائة مية في المية هنا في التحت رأي قلت لي خمسمائة رابط من أصل خمسمائة بالنسبة لهنا يعني انترنال بلوكت بايو روبوت هادي راقيت لكم شنو كتعني روبوت هذا ميلف نتكدير فيه بعض الشطروط اللي ذاك الكرول خاصو يتبعها غايلها مشا الكرول يدخل عندك لموقع ديالك باش يكروليه هاد روبوت تي اكستي هي اول حاجة غايتلقى معاها بحل قلتي ادوال بوليسي هاد اوليك يقول لي شنو تكرولي وشنو ما تكروليش هنا ما عنديش يعني ما خدمتش به لذلك هنا را عندي زيرو على يعني زيرو في المية هنا انترنال بلوكت بايو روبوت تي اكستي عندي 15 هادو ها را تقدر تكليكيو عليه باش تعرفو شنو اللي تتحبس او اللي تبلوكة العدد ديال الروابط اللي ادرت لهم الكرول من اصل خمسمائة رابط يلا هربعمية وخمسة وثمانين رابط لدار لهم الكرول هادي فين مشال الباقية باش انها تكمل 15 هي هاد 15 هادي باش تكمل 500 من اصل 485 هي هاد 15 اللي تتبلوكات ديال الروابط لما عندش هاد الادات هادي الحق باش انها تدخل لها اكستيرنال يعني عدد الروابط الخارجيها 65 هنا شحال من انترنال اندكسبل يعني شحال من رابط تدخيل الانديكسا هي 209 وهنا اللي ما تانديكساوش هي 211 ادان هذا فقط الملخص اللي كيهم من احنا هي هاد الكرول هلو بالنسبة لهاد الكرول هنا هادي الروابط الداخلية الروابط الخارجية security response code يعني هناك تعرف طبيعة ديال الروابط وشنو يعني response ديال من اللي كتدير ريكوست كيرجعلك واحدة response هنا غادي نعرفوشنا هما هاد response code اللي غيخصنا نردو لهم البال هادو هما الروابط اللي عندنا في الموقع هادو هما العناوين description keywords h1 h2 هذا ديال content ديالنا المحتوى اللي كتبنا لزيماج الى اخيري هاد شي كامل غادي نهضروا فيه مازال من بعد اللي كيهمنا ادابة فقط انني نقولك بحالش انك تكرولي اولا بحالش انك تدير لغة ديال الموقع ديالك وبحالش غادي تعرف تقرى هادو الديتا هاتي ناخدو مثال نعطيكم ديال internal links اللغة ديال الروابط الداخلية هنا كيعطيك all يعني كل شي عندي 420 روابط داخلي javascript والcss والزيماج والميديا هادشي ما كيهمناش اللي كيهمنا هي هاد ال html ال html هنا كنقصدو بها الصفحات ديال الموقع ديالنا ال html هي اللي كتهمنا اللي فيها 271 javascript والcss بالنسبة للزيماج يقدروا يهمونا في واحد الحالة هو اننا الى ما كنناش قدرنا لهم مثلا alt text هذه غادي تعطينا المشاكل ديال alt text ورغان نوريكم بحالش نحلوه اذا نبدو مثلا بها ديال ال html ايه اللي رضيتم معي البال عندي 271 صفحة اللي هما هادو اللي هادو كل هم صفحات من اللي كتسيلكسيوني html اللي كتولي لك هنا صفحة الرئيسية هادي ديال brain recipe هادي chicken category هادو اللي post الى اخره واي وحدة سيلكسيوني تيها بشكل هذا في التحت ركت تعطيك اللي ديال ديالها اسمية ديالها ولا فالوغ ديالها مثلا هادي ادريس اللي هي هادي اه مثلا تيب ديال الكونتوني text html يعني صفحة status code يعني الكود ديالها 200 200 كتعني بالليرا صفحة مفتشي مشكل وهنا ركتقول لك واش اوكي ولا ماشي اوكي هنا كتقول لك واش اتنديك ساولا لا هنا كتعطيك تايتل ديالها اللول وهذا هو التايتل كتعطيك هنا الحجم ديال داك التايتل من ناحية link البيكسل دياله الى اخره description يعني كيفما كتشوفوه هنا ركت يعطيك detail 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 وبعض المرات ركت يكون هنا دي detail اللي ما غديش نحتاجوه الى بدلتي الصفحة ركتبطلوا المعلومات اذا هادو فيما يخص الى html كذلك بالنسبة للليزيماج هادو كلهم دا بس ليزيماج وغدي يعطيك المعلومات على ذو الليزيماج وهذا فيما يخص الروابط الداخلية الروابط الخارجية نفس الشيء عودتاني ركتين 61 رابط خارجي من اللي كتلكي على html غدي يعطيك ذو الروابط الخارجية اللي هما هادو 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 هم باش خدمناه واغلبية اللي رضيتم معي البال هنا كينين دي فيديو من يوجيب واللي كانوا عندنا فصل اختيكل دان هادو كلهم روابط خارجية ثم كينا هادو ديال السيكريتي السيكريتي هنا كيفما كتشوفو 420 url او لا رابط من بين هادو ال 420 ما عنديش هادو ديال https علاش ما عنديش ال https حيث هادو البروتوكول القديم وحنا كنخدموه بال http هادو عفوان http اللي فيها صفر رابط يعني ما عنديش شي مشكل في الروابط حيث احنا كنخدموه بال https الوادي هادو ما الروابط اللي عندي فيهم https ما هو المشكل اللي عندك إلا كان عندك هذا ال http يعني كنين هنا الروابط فراعرف بلا عندك مشكل يعني في السل وهنا فين غاديخصك ضروري التدخل يعني تحاول انك تعالج هذا الموضوع بالنسبة لي ما دم ما عندي مشكل يعني را كل شي مقد فهنا هذي هي اللي كنركز عليها فهذا الاباقتي ديال السيكريتي وكانين هنا بطبيعة الحال بزاف ديال يعني الديال اللي ديطائل ما نظنش غادي نحتاجوهم خصوصا احنا عندنا غير بيسيك يعني بيسيك ويب سايت ما شي شي ويب سايت اللي كتير ولي فيها يعني اللي في معطيات كتير هنا بالنسبة للرسبونس كود فالوغ هنا را عندي الانترنال اند اكسترنال وهنا الانترنال والايكسترنال بالنسبة لهذا را غير جامعينهم لكم هنا هنا را غادي تمشي بالديطاية يعني في الروابط الداخلية عندي 420 رابط الوغ هنا هادي هي اللي كتهمني اوكي هنا عندي 418 رابط اللي فيهم ميتين الوغ هاد ستاتي كود ميتين يعني كتعني راه مزيان هنا كتعني مزيان امتى كيكون عندي مشكل فاش كتكون عندي ديال 404 لكن عندك هذا 404 يعني راه هديك الصفحة راه عندك في الموقع ديالك ولكن خاوية وما فياش لمحتوى بالنسبة لي انا هنا ما عنديش انا عندي إلا شفتوا راه كل شي مزيان كل شي اوكي هاديك اللي كتكون اتكون هنا 404 جوبونس بالنسبة لهذه ديال الريدايركت الوغ هنا عندي جوج ديال الروابط اللي فيهم الريدايركت هادي يعني الريدايركت كتمشي من العنوان ديال الموقع ديالي كتمشي لديك الاخرى اللي فعلي تخوضوا بالفيه هنا يعني هدي راه ماشي مشكل وبالنسبة لهنا راه ما عنديش مشكل اخر هذا بالنسبة للروابط الى اخيره هنا غدي تلقاوا الروابط ديالكم هنا ما عنديش مشكل فالروابط الى اخيره هنا ما غديش ندخل معاكم بزاف الديطايح حيث هنا غدي خصنا نحاولو نخدموه بفيديو اخر الإسانسير الى كنت غدي تخدم بسكريمين فروغ هديك هي الطريقة باش انك غدي تدير يعني الاوديت ندوزوا دابا التول الثانية واللي هي يوبر سيجست هلوغ يوبر سيجست نحيدو هذا هلوغ بالنسبة اليوبر سيجست غدي تمشي لجوجل وغادي تقلب على يوبر سيجست وغادي تدخلوا لهذه اللي مكتوبة فيها free keyword research tool هلوغ ملي غادي تدخلوا لهنا غادي تكليكيو على create free account حيث احنا بغينا نخدمه بفي اكاونت مباشرة غادي نمشي ندير continue with google غادي ندخل بالإيميل ديالي اللي هو هذا ثم غادي ندير continue وغادي نجيبني لهذه الصفحة هذي اللي غادي نحط فيها الموقع ديالي والمعطايات اللي غادي نخدم بيهم لذلك اشنو غادي ندير غادي نمشي وغادي ناخد الرابط ديال المدوانة ديالي اللي هي هذي وغادي نحط هنا ثم غادي ندير next هلوغ ملي غادي ندير next ها نسيت هنا واحد w هنا غادي طلب مني نزيد اللغة ونزيد المنطقة اللي ختم عليها اللغة هي الإنجليزية حيث الإنجليزية هي باش ختم وهنا بالنسبة للمنطقة هي اليونيتد ستيتس المشكل ديال هذي الآدات اللي خدمتي بالفري فعندك الحق فقط في واحدة يعني عندك الحق فقط بتزيد غير long واحدة و location واحدة إلا زيتي مثلا تزيد واحدة اخرى غادي نطلب منك انك تأبغريدي اللغة هنا غادي نخدم غير بالإنجليزية في اليونيتد ستيتس ثم غادي ندير next اللغة هنا شنو غادي ندير normal automatic مو هنا كي طلع لي اللي keywords هنا حيث يقول لك حط اللي keywords عندك الحق ف 25 keywords اللي تدير هنا باش اننا نحاولوا يعيد بحل قلتك يحاولوا انهم يقدوا لك ال audit من الدبار على حسب اللي keywords اللي انت غادي تزيد اللغة هنا إلا شفتوا اعطوني هنا اللي keywords انطلاقا من المحتوى ديالي حيث من اللي بحل قلتك يضغي الاناليزة ولي الموقع ديالي داروا له الاناليتيكس وشافوشنا هما الكلمات المفتاحية اللي ختم بيهم اللي غادي تدير نتا هو انك غادي نمشي وغادي تخدم بال keywords اللي ديجا اختارتهم اللغة اللي كانت خدمت بهم هما هادو اللغة هنا غادي نمشي غادي نمشي ال keywords research وغادي ناخد هادو نتوباع الحساب اللي keywords اللي ختمتوا بهم اوكي وغادي نحطوهم بها تشكل هادو عندك الحق في خمسة وعشرين keywords اللغة هنا ما غاديش ندير اللغة هنا غادي ندير اللي keywords غادي غادي نوريكم بحالة ش تخدمون انتم احطوه هنا اللي keywords اللي يكونوا اوبتيميزين على الستيث ديالكم تقدرو كذلك تزيدوا هادو اللي من هنا كتلك فقط على هذا البلاس وكتزاد عندك هنا ولكن نرد لبا ال position اللغة هنا غادي نعطيكم اللغة هنا ولت عندي عشرين نقدر نزيد مثلا هادو اللغة نكمل بهادو غير باش نوصل لها عشرين خمسة وعشرين اذا هنا اللي كتولي عندك هنا زيرو هادو اللي غادي تراكي كتولي هنا زيرو يعني رأسها في stopwt 25 غادي تدير next هنا غادي تحط الكمبيتيترز ديالك اللغة بالنسبة الكمبيتيترز هرا غادي تخدمو عاو تاني غادي نخدمو ب سيما رأس الكمبيتيترز تتاخد اسمية ديال المدونة ديالك تتمشي ال domain overview تحطيه هنا ثم غادي تدير search هلو هنا غادي نخدمو بكمبيتيتيف research هلو هنا كيف ما كتشوفو المدونة ديالي مازال جديدة ما زال ما فيهاش traffic يلا فعني هنا ما ما تعطيكش بالنسبة ال organic traffic الى اخيره ما زال ما غاديش تعطينا يعني معلومات اللي غادي نحتاجه نخدمو بيهم اللي بغينا من هذا الرابور هذا هو انك في ال organic research هنا مني غا تكليكي عليها غادي تجيبك لهات الصفحة هالي وهات الصفحة هالي غا تهبط الى تحت وغادي تمشي تقلب على main organic competitors هلو هادو هما اللي غا نخدمو بيهم هلو مني غا تكليكي على more details غا تجيبك لهات الصفحة هالي وهدو هما اذا هدو هما المنافسين ديالي المنافسين ديالي غادي نمشي لي عنده traffic طالع مثلا مثلا نشوف شوفوا شوفوا مثلا هذا اذا هذا من بين المنافسين ديالي اللي عنده traffic طالع كتجيه تقريبا ماتين واثنين وعشرين الف وهنا عنده اه عفوا traffic هو هذا traffic كانين بزاف ولكن ارضو البل بحال كورا كورا واخاهم اعطيني هنا كورا ما غاديش نخدم بكورا حيث ماشي ماشي الدومين ديالي هنا انتم ما غا تشوفوا اللي عنده مع علاقة بيكم باش غا تعرفوا اللي عنده مع علاقة بيكم كتشوفوا هاد الليفل هادا اللغة هادا هي اللي كتدير واحد الكالكول باش كتعطيك باش ما كان طالع هاد الكالكول يعني هاد البرسونتاج بزاف اعرف بليرا عندك واحد السيميلاريتي مع هاد الدومين هادا دانه هنا كان مثلا هادا هادا الستاش في المياه ولكن هادا ما عندهش traffic يعني ده بغادي يخصني نحكم ما بين هادو ما بين traffic هاللغة ناخدو نشوفوا هادا اللي كتجيه 4000 traffic اذا هادا تهوى من المنافسين ديالي اعلى شو ما غادي شيخ سكتمشي تاخد شي واحد اللي عنده مثلا اللي واصل في traffic بحال هذا 88 مليون ثلاثة مليون حيث انت ما غاديش تنفس مع واحد اللي ديجا ديجا بحالة قلتي حاكم السوق هادا من المنافسين ديالي هادا واللي ديجا أوريتكم في الفيديو اللي فاتو هادا من المنافسين ديالي الوغة هادا اللي جيت مثلا نزيده هنا ردو معي البل هنا قد تعطيك الادات اسمية ديال الويب سايت دومين اوتوريتي اللي هو 92 تبارك الله هانا يا الله هجوش هو 92 في 92 الارغانيك ترافيك والارغانيك كيووردس عندي الحق مازال نزيد واحد هلو غادي مش نزيد شي واحد اخر نشوفو شي واحد نشوفو مثلا هذا اللي يالله فيه يالله عنده 25 ألف يعني منافس اللي نقدر نتنفس معه مش بحال شي واحد اللي عنده اللي ديجا طالع فران كينو ديجا أخدام وتغادت مجيت نفس معه مثلا هادي إلا بيتنزيدها كمنافس او لا هنا قد تحطيه هنا غادي شعطيك بحال هادي مثلا دومين اوتوريتي 11 الارغانيك ترافيك 80 ألف وهنا يفلي كيووردس 27 ألف اذا هنا رصافي عندك الحق غير فجوج قد تدير next هنا غادي تدير لها no ثم كيف ما كتشوفو you are done اذا هنا هادي هي الداشبورد ديال الموقع ديالك من بعد ما كتكون زيته في over suggest هادي ديال site audit اللي غا تكليكي عليها غادي تطلع لك اسمية ديال المدونة ديالك هنا هادي هي site audit ديال هادي الموقع هذا هنا ال open او اللي عفوان ال on page اسيو سكور عندي 92 هناك تعطيك great ولا bad على حساب كل واحد السكور اللي غا يطلع لك هنا بالنسبة ال organic منطل اللي ترافيك ها ما غاديش تعطيه لياح يتمزل الموقع جديد ال organic keywords و اللي باكلينك اللي كيهمك نتا هو من اللي غادي شهبط لتحت غادي طلعوا لك اسيو issues هادو هما اللي عندنا اللي عندنا فيهم مشكل وهذا هو الهدف ديال هادو لا فيديو او اللي ديال الفيديو اللي جايين هو بحالش غادي نقدو هادو المشاكل كيف ما شرحت لكم هنا قلت لكم باللي غادي خصنا نديروا لوضية الموقع ديالنا باش نحيدوا هادو المشاكل هادو وده كش اللي غادي تعطينا هادو الادات إذا كليكيتي على see all ECU issues ارضو معي لبال مزيان فهنا غادي تعطينا يعني اعطتنا هنا في الاصل في الاصل شحال عندنا ديال عدنا هنا 37 مشكل ولكن حيث الادات اللي غا تخدم بها مجانية فهنا شحال غا تعطيك خمسة سبعة اه على هي عشرة ربعة طاعة هي خمسة ستاش هنالله عطتك خمسة ستاشر مشكل اذا باش انك تحيد كل شي غادي خصك تدير الفري ترايل او لي لك انت خدم مثلا بيوبرسيك جيست النسخة المدفوعة تشوفوا انتم ممنين غادي تجيبوها ديالك سعارة غادي تعطيك بحالش تحيد هادو المشاكل كاملين اللي كاينين هنا حتى بالنسبة الاسي يو تشيك باسد هنا ما راتعطيك شكل شي يعني هادو هما اللي ما عندك شفهم مشكل وكيف ما كاتشوفوا النسخة المجانية كاتعطيك بحال اللي قلتي غير تشوف غير شي حاجة من بعد غير هما باش يزعموك تشري من عندهم اذا لقيتو بحالش انكم تخدموه بالبريميوم في اليوبرسيك جيست ترغا تعطيهم قاعد المشاكل اللي عندكم هنا ولكن ترغا تخدموه غير بهادي فرا ما راتعطيكم مشكل شي على سبيل المثال هنا راتعطيك شحال اللي باج اللي ما فيهمش الكونتوني مزيان لو كنتنت اللي كاتكليكي عليها غاتي تعطيك الصفحات اللي فيهم ذاك المشكي اذا مشيتي مثلا هاد اللي باج اللي فيها يعني جوج ديال اللي باج اللي عندهم نفس الديسكريبشن واحد اللي باج اللي بلوكد فروم أبيرين ان سورج انجنز يعني عندك واحد صفحة هنا واللي هي هادي ما كتبانش في السورج انجنز هنا عندك ربعات اللي باج بروغن لينكس اذا هادا هو بحالش انك تدير سايت اوضيت الى خدمتي بيوبر سيكجيس يوبر سيكجيس الى لقيتو بحالش تخدموه بالنسخة المدفوعة فره هي مزيانة بالنسخة المجانية غادي تعطيك غير بها الشكل اللي وريدكم يعني ما غاديش تعطيك اللي بزاف وما غاديش يكون عندك الامكانية باش انك تحيير قاعدوك المشاكيل اللي عندك اذا هادا فيما يخص بحالش تخدموه بيوبر سيكجيس اللي غادينشوفو دابا هو بحالش نخدمو اذا اللي غادينشوفو دابا هو بحالش نخدمو طول الثالثة اللي هي إتشريف غاديم ضيانة التحليل للراوابط والكلمة الرائسية الكلمة الرئيسية احنا هاتشي دي جادرناه اللي غنشوفوه هو بحالش نديرو للموقع ديالنا. اذا نفس الطريقة غدينمشي لجوجل. غديرو اتشريف اوديت. وغدخلو للرابط اللي غدي يطلع لكم. وهنا فين غدي تحطو اسمية ديال الدومين نيم ديالكم. اذا اهنا. ناخد اسمية ديال الموقع ديالي. وغد نجي نحطها هنا. نحيدو ال HTTPS. ثم غدي ندير start for free. هنا غدي طلب منك عود تاني تسجل. سواء بالايميل هنا ولا غد تمشي ديرك كما كندير. ودير continue with google. لكن قبل غدي خسكوة لول تأكسب terms of and conditions. ثم غد تدير continue. وهنا غدي تمشي تختار الايميل اللي غتخدم به. اي فوالا من بعد ما غدي تسهلي غدي يجيب لها الصفحة هذه. هناك يقول لك زي ما غير فين سمعتي بينا. هنا غدي تقول له google. ثم هدي ما تديرهاش. ودير continue. هنا غدي يقول لك تيلي شارجي الداتة من google search council. او لا غدي تخدم manually. manually هنا. يعني غدي تدير add manually. وغدي تتبع المراحل. كيف ما كنك نديره في google search council. هاي طلب منك نفس المبدأ. اللي غدي ندير انا هو انني غدي نستغل ديجا المعطيات والداتة اللي عندي في google search council اللي هما هادو. اذا هاد المعطيات هادو انا غدي نحاول انني نستغل لهم. اوكي. باش يعطيني واحد بحل قلتي غدي يعطيني واحد المعطيات. اللي كيكونوا ديجا قراب لهدو اللي ديجا نخدم بهم. ما غدي نخليه يعود لي من ديبار. لهذا غدي نجي هنا وغنضي لي import. وهنا غدي نسيلكسيوني الايميل اللي خدم بيه في google search council. اللي دي جامليهم على الموقع ديالي. continue. continue. وهنا غدي طلع ليا جوج ديال المواقع. ها جوجة المواقع راه بجوجهم ديالي. عالو شنو غدي ندير هنا. غدي نخليهم سيلكسيوني مجوج. وهنا غنضير import. عالو هنا راح تقدر تزيد هذه ديالة external links تايعا نديرها باش نعرف شنا هم الروابط الخارجي اللي عندي. وبالنسبة لهذه ممكن لاش تديرها. هذه ديال فولدر باش انك تتمنج ال project access بلاش. ديالك تومو ديرو import. وهنا راح هدو تكون مكوشيهم بتلاتة. غدي تسنى واحد شوية. وهنا غدي يعطيك المعطيات ديال الموقع ديال. هلو هنا يرجع ندابة ومشينا ال Href. هنا بالنسبة المعطيات ديال Google يعني Google Search Console. بالنسبة لكم بالنسبة لياه هنا ارضو معي البيل راح اعطاني المعطيات ضغية حيث ديجا كنت ختمت به ومسحته وغير عاودت عاودتها ندرتك شعلاش هنا اعطاني ضغية لزاناليتيكس. انتم ما في حالات تعطي لكم ماشي مشكلة صبروا عليه واحد شوية بما يطلع لكم يعني هاد الطاطة هذي. اذا هنا هادا هو الداشبورد. site explorer هنافي ا praticو LI's. الفدسته في هو هادا وهنا غضيتقلب الي السيت ديالك وغادي يعطيك المنطيات الا السيت ديالك. هذه في let에 Colorado Eyes. mirọusting. испوري الا اujin هنا غايطيك المعطيات ديال السيت ديالك بحل العقدية دياله سيمراش. هناك يعطيك ال Voyaging predators لذي على السيت ديالك. اقترảo اوك بتاعول تستخير لليله. �êtes مينام او اللي ودا صغير Get set هما هادو هنا غادي يعطيك الـ performance backlink profile حسا علاش هادي دياله سايت explore بالنسبة للـ hdrift هما كيركزوا بزاف على الروابط الخارجية بحلق التى hdrift تخصص ديالها هما لي backlink الوغا اللي نحن ده بفضل الفيديو هو الـ audit و الـ audit كيف مكتلكم هو انك باش تدخل لها سير الداشبورد وهنا فين غادي بليك البروجي ديالك او لا هادي ديال سايت audit وغادي يجيبك لموقع ديالك اذا هنا كيف ما كتشوفو بالنسبة للـ stature راه ما زال كرولين ولو غادي تصبر تخليها حتى تفوت هاد الكرولين هادي حيث ما زال ما غادي تعطيك التاطم زيان هنا راه كرولين يعني ما زال الـ hdrift ما زال كي يكرولي الموقع ديالك حاول انك تصبر عليه بمثالي واكتوياليزي وهنا راه غادي تبتلوا هذه المعطيات باش غادي يعطيك معطيات كافية الى دخلنا مثلا الول هنا راه تعطيك يعني اخر مرة بدار الكرول كيف ما كتشوفوه هو راه ما زال كي يكرولي هنا غادي يعطيك المشاكل اللي عندك في الـ stature وهدو هما اللي غا نضروع لهم هنا غا يعطيك الـ overview overview ديال الـ stature ديالك لو حنا بالنسبة للنارى ما زال ما زال ما زالك الكرول دكشي علاشه هنا هادي ديال هالسكور ما زال ما غادي تعطيناش كاملة حيث هنتا كتشوفو الى اكتوياليزيزيتي الى باجر كي تبتلوا هذه المعطيات لذلك غادي تصبر حتي سالي هلو حنا شنو غادي نديرو غادي نخليوه اكرولي وغادي ندوزو الادة الاخرى واللي هي sim rush هلو بالنسبة لل sim rush هنا غادي نخدم بالنسخة المجانية حيث غادي نحط فيها المعطيات ديال الموقع ديالي اذا سامراش في جوجل وغادي نطلع لكم السيطة هذا وهذه هي sim rush هلو بالنسبة للهنا را غا نخدمه في الاودت بالنسخة المجانية ما غادي تحتاج انك تمشي تشريه تصير مباشرة النسخة المجانية ودير sign up هلو غادي نشي النسخة المجانية حيث غادي نخليو فيه الموقع دياله يعني هنا غادي ندوزو الموقع ديالك وغادي يخسك تبقى ترجع ليه وإلا اخديتش نسخة مثلا او لادكش ديال الجروب باي فرا ما عندك الحق ترجع للا اكاونت ديالك حيث غادي تمسح هنا غا نخدمه كيف مكتلكم بالنسخة المجانية مباشرة غادي ندخلو غير بجوجل وغادي جيبني السيطة ديالي اللي هو ارضو معي البال انا هنا كنت ديجا درتو لهذا غادي نمسح الموقع ديالي باش نوريكم بحالش بحالش نديرو الاودت اذا ما اللي غادي تدخل السيمراش هنا غادي تمشي لسيت اودت ثم غادي تاخد الرابط ديال المدونة ديالك حيث هاد الهتش تي تي بي اس خلي غير اللي تخوضو بالفي او اللي اسمية كيف مكتلع عندك هنا هي كيف مكتلع هنا هي اللي غادي تدير هنا ثم غادي تدير ستارت اودت بالنسبة لهذا اللي ادخل اطلعت لكم كانين ستة ديال المراحل دومين وليميت ديالي باش في الاصل النسخة المجانية عندك الحق فقط في 100 باش اذا شحال ديالي باش عندك 100 باش هنا انت شحال عندك ديالي باش على سبيل المثال انا عندي هنا الى مشيت لجوجل سورج كانسل بيجيز وغادي نمشي فقط الصفحات اللي تأنديك ساوي هنا الصفحات اللي تأنديك ساوي عندي 64 صفحة ومن اللي مشيت حسبت شحال عندي ديال الصفحات في الموقع ديالي لقيتهم نت باللي اراها 64 صفحة اشنا هما هذه الصفحات هما هادو اللي دير هنا ارغوه هنا عندي سبعة ديال الصفحات وبالنسبة لبوست فهنا عندي ثلاثة وخمسين يعني بوست ثلاثة وخمسين بوست زيدوا عليها هات سبعة ديال الصفحات هي هي سبعين وبقتلية ثلاثة الصفحات اللي هما الكاتيجوري هما ثلاثة ديالي الكاتيجوري المجموع كامل هو 64 صفحة على لغ هادي انا خدامة لي 100 صفحة راح خدامة لي إذا امشي تدير كتر غادي يطلبوا منك انك تأبغريدي إذن هنا غادي نخليها في 100 بالنسبة للسورس غادي نخليها في الويب سايت وبالنسبة لهنا الويب سايت هو هادو هذا هو الويب سايت ديالك هنا ما تبدلوش خليه الويب سايت بالنسبة للسكتينز هادو ما غاديش نخربقهم ممكن نخليهم كيف ما جابوهم هوا وما غاديش تحنا نديرهم حيث اصلا احنا ما بدناش يعني غارض باش انا نبدلهم بالنسبة لهذه ديالسكاجولد يعني امتى بغيتي الموقع ديالك بقدرلي اوتوماتيك مو يعني الاوديت كينا يوميا كينا مرة في السيمانة وهنا غادي تختار امتى مرة في السيمانة على سبيل المثال غادي نقول ليها مثلا كل ماندي يعني كل اثنين هنا غادي هذه تقدر تخليها باش بقي سيفطوليك كل ماندار الاوديت غادي سيفطوليك واحد الايميل للموقع ديالك باش انك كتشوف ديغيك تومو واش دارت الاوديت ولا الله انا هادي ما نديرش حيث غادي بقى ندخل ديغيك تومو الاكاونت ديالي ثم غادي ندير start audit اللي غادي تدير start audit هنا غادي تصنعه تاني باش انها ديلك الاوديت للموقع ديالك هنا راكي بيلك شحال من صفحة اللي دار لها الكروض امتى غادي نعرف بلي راسال الاوديت كيف ما قلت لكم من اللي غادي تبلي 54 صفحة هنا يعني هنا غا تبلي 54 اه 64 عفوا من اصل 100 حيث عندي غير 64 صفحة انتم مع الحساب شحال عندكم ديال الصفحات غالبا غادي تكون يعني اهتنتوا مرة تقدروا تكونوا بحال 64 حيث غا تكون عندكم سبعا ديال الصفحات على شحال قاع من كاتيجوري غا تكون عندك ربعة ولا خمسة وديك ساعة على حساب شحال من بسط عندك لذلك إلا كنت عندك مية صفحة في الموقع ديالك هذي را كافية يعني النسخة المجانية كافية إذا هنا غا تسنو بما تسالي ومن اللي غادي تسالي ده براوخات تمشي مثلا لضومين أوفرذيو لا تمشي فيما مشيتي لمشيتي درتي الكي ورد ريسورش وهذا ارجع فقط لسايت اوديت هنا وغادي بل الموقع ديالك ها داكو إذا هنا شفتوا فات اللغة هنا ما عرفتش هذه الصفحات من جابهم الآن غادي كونو حسبو لي ازعماء اللي زي مااش لساون سيال غا نتسسنا وحنا حتى توصل المياه باش غادي يعطينا المعطاية هنارا ما عندكش الحق بتخلي وخات كليكي ماشي بحال إي شريفز كتدخل وخمزة المسالة إذا بمسالي غادي نمشي ونرجعو للإي شريف باش نشوفو واش سالة الكرول دياله اللي هو هادا إذن تا اي شريفز ما زال ما سالاش إذن هادو ما زال ما سالاش إذن اكتواليزي الصفحة باش تأكد بللي واش سالة ولا لا إذن فوالك ملكت اكتواليزي الصفحة هاو كيبال لك باللي سافي سالة الكرول كليكي على اسمية ديال الدومينيوم ديالك وهنا غادي يجيبك الداشبورد ديال الاوديت وهذه هي الاوديت ديال الموقع ديالك باستخدام سيمراش هلو هنا في الوفرفيو كيعطيك الوفرفيو ديال سايت هاي سايت هيلث يعني الصحة ديال الموقع ديالك هناش هل عندك ديال زرور هناش هل عندك ديال الورنينز وهناش هل عندك ديال نوتيسز النوتيسز هي الإشعارات إذن هنا في تيماتيك ريبورتز كيانا الكرولابيليتي يعني اش هل نسبة ديال الصفحات اللي دارت لهم الكرول هنا الاتج تي تي بي اس كيعطيك كذلك البرسنتاج هنا سايت بيرفورمونس انتيرنال لينكين يعني الروابط الداخلية وهنا المركب ولها في التحس كتلقى عود تاني هادو يعني كيعطيك بحال واحد الخططة ديال الصفحات اللي تكرول او هلو هنا عندك خمسة ديال الصفحات مزيانة ديال الهيلث اللي يعني مزيانين عندك البروكن صفار سبعة وربعين اللي فيهم مشاكيل جوج ديال الري دايريك تستورب عني بلوك هنا بالنسبة الريبوت تي اكستير ما كيناش يعني ما 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 تش مخدمة ولا هما هما بحالش انهم كي اناليزي هوا حيات كيف ما شفتوا عندي في تي بار ديال فيديو را عطتنا شحال منصف حال لتبلوكات بالروبوت تي اكستير بالنسبة الاشيوز هادو هما المشاكيل اللي خصنا دا بدا بنعلجوهم يا اما هانا غا تكليكي على view details او اللي غطلع الفق غا تبلك هنا ايشوز اللي غا تكليكي على ايشوز هالوغ هنا بالنسبة ال فيلتراج كينا هنا اللي يعني قاعدوك المشاكل اللي عندك هانا غا تكليكيك هتعطيك ال error اللي غا المشكل اللي عندي هو هادا سبعة واربعين يعني structure data items اللي غا تكليكي عليها غا تعطيك اشنو كين اذا عدا سبيل المثال هادا اللي اولا هادي باش غا دي نعرف شنا هو المشكل اللي كان غا تكليكي على هاد السهم وهنا غا تعطيك المشكل في description وهنا اشنو كيقول لك بلي la value the address field is required هنا را غا دي نشرح لكم شنو كي يعني اشي كهامل لابحنا اللي صنصي اللي عندنا هو نعرفه بحالش نديره اللي تول لي وريتكم الى رجعنا الاشيوز كينا عود ثاني هادي دي ال warning عندك هانا 41 outgoing internal links ملي كتكليكي عليهم كيقول لك باللي هنا مثلا عندك اه عندك اه مش حلق انا 41 outgoing يعني رابط داخلي وهدو التهم ارغان وريكم شنو هما المشاكل دي لهم وبحالش نحلوهم ثم كينا عود تاني هادي ديال notice عندك هانا ميتين وثلاثة وسبعين outgoing external عندك ستا وربعين باج اللي تبلوك اسم الكارولين عندك 41 رابط اللي اللي فيهم permanent redirect الى اخره اذا هاتشي كامل هاتشي كامل غادي نوريكم بحالش وش هو اصلا مشكل ولا ماشي مشكل لذلك شنو غا تديرو انتم ادابة عندكم بربعة ديال الادوات حاولوا تخدمو بيهم بربعة اوكي وخاحنا غادي نحاولو نركزو غير على ادات وحدة لكن نقدر اننا ننديل لكم فيديو ديال نشوفو ديال سيمراش حيط سيمراش هي اللي خدمنا بها بزاف ونشوفو هادي ديال youber suggest وهادي ديال youber suggest را غا نشوفوه نحاولو بما امكن نخدموه بيعني بادات مدفوعة حيط الادات مدفوعة هي اللي غادي تعطينا لدي طيب مزيان سواء سيمراش بالنسبة لها screaming frog هادي فالي دي طيب بزاف والجينا نشرحوها فيها يعني تيك نيكل بزاف بالنسبة لله ريفس رات قدرتها يتخدمو بها ولكن ما غاديش نكترو احنا في لتولز لذلك غادي نحاولو بما امكان نخدمو غير باعدات وحدة اذا بالنسبة لهادلا فيديو هادشي اللي فيه نتمنى يكون كل شي واضح الى عندكم شي سؤال فيما يخص هادلا فيديو خليوا لياليكيسيون تحت يعني تحت هذا الفيديو هذا ان شاء الله وبالنسبة للرابط ديال ديال ديسكورد ترك نخلي لكم في الديسكريبشن لان شكرا لكم على حسن المتابعة نتمنى ما نكون شطولت عليكم الى اللقاء